السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نارقا فارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف أشارك معكم إن شاء الله كيف تستطيع أن تحقق أرباح من فنك بعد أن طلب مني أحد مشتركي القناة أنه يجيد الرسم كيف يستطيع أن يحصل على أموال لقاء ذلك بكل تأكيد يمكنك أن توظف مهارتك في الرسم في العمل في مجال الطباء عند طلب أو الفريلانسينج أو أي مجال آخر ولكن في هذه الحلقة وما دام الشخص الذي سألني سألني عندما شاركت حلقة لرفع الصور في أحد المواقع وكيف تستفيد من ذلك من خلال الدونيشن لماذا لا تعمل مباشرة بأحد المواقع الذي يتيح لك إمكانية بيع صورك بشكل مباشر ولعل أفضل موقع لبيع الصور بشكل مباشر هو موقع شوترستوك الأمر بسيط للغاية تدخل إلى موقع شوترستوك.com بعد ذلك تنزل إلى أسفل تماما حيث يمكنك أن تجد sell your content أو بيع المحتوى الخاص بك مما كان هذا المحتوى صور فيديو رسومات رقمية فيكتور أو إلستريشن أو حتى رسومات الأمر بسيط للغاية يا صديقي في خطوات تقوم بإنشاء بعد ذلك تقدم ذلك العمل على الموقع يمكن أن يتم رفضه أو قبوله إذا كان مسروق أو منقول من أحد المواقع الأخرى فأبشر من البداية برفض هذا العمل بعد ذلك تحصل على مدفوعات أو أموال لقاء ذلك يمكنك أيضا أن تدعو المصممين للعمل على الموقع وتتقاضى أموال لقاء ذلك ويمكنك أيضا أن تدعو المشترين للشراء من الموقع وتتقاضى أموال لقاء ذلك الموقع رائع كبير ضخم يحتوي على community كبيرة ونشطة لها الغاية تضغط على اشتراك الآن من هذا الزر الأحمر تقوم بملء معلوماتك بطريقة بسيطة روتينية رائعة الاسم الكامل الإيميل تختار كلمة سر لحسابك بعد ذلك توافق على الشروط وتضغط على next تأتيك مباشرة رسالة ترحيبية أو رسالة شكر مفادها بأنك اشتركت فيها الموقع بنجاح بعد ذلك يأتيك رابط على الإيميل ليتأكد الموقع من أنك فعلا فعلا أدخلت الإيميل الصحيح لحسابك بعد ذلك تقوم بملء بعض المعلومات الخاصة بك بكل تأكيد يجب أن تكون هذه هي المعلومات الصحيحة خاصة أنه أنك سوف تضطر لتقاضي الأموال باسم الشخص الذي أدخلته لهذا من البداية يجب عليك أن تقوم بإدخال معلومات الصحيحة بعد ذلك أيضا الموقع يريد أن يتأكد من هويتك لذلك أنت بحاجة إلى رفع وثيقة حكومية تثبت فعلا الهوية الخاصة بك بمجرد الانتهاء من التسجيل وكل معلوماتك الشخصية ورفع الهوية سوف ننتظر بعض الوقت إلى غاية المراجعة أو مراجعة الهوية الخاصة بك وتأكد من صحة الوثيقة الحكومية التي قمت برفعها سوف يأتيك إيميل بقبول حسابك إذا كان كل شيء صحيح والمعلومات التي أدخلتها صحيحة تأتي إلى شوتر ستوك مرة أخرى بعد ذلك تضغط على لوج إن أو تسجيل الدخول بعد ذلك تقوم بوضع الإيميل وكلمة السيرة التي استخدمتها بعد ذلك تضغط على لوج إن أو تسجيل الدخول بمجرد الدخول إلى حسابك أنت بحاجة إلى إتمام بعض الخطوات مثل إتمام الوسيلة التي سوف تتلقى عليها المدفوعات خاصة أنها مهمة لغاية تقوم بإضافة الوسيلة التي تريد تلقي بها الأموال على حسابك أتي إلى هنا في الحساب أو معلومات للحساب الخاصة بي أو أضغط فقط على تلك العيقونة بعد ذلك تنقلني مباشرة إلى اختيار حسابي هل أريد البايبال البايونير أو السكريل تستطيع أن تختار أي وسيلة تريدها بعد ذلك تقوم بتأكيد الإيميل الذي سوف تتلقى به المدفوعات وتضغط على سيف أو حفظ للمعلومات أيضا سوف تجد رسالة ترحيبية أو تنبيه هنا يضيف إلى أن موقع شاتر ستوك لديه أكثر من طاير للدفع يمكنك أن تطلع عليها وتقوم بإلغاء هذه الرسالة حتى تستطيع أن تعرف كل طاير الخاصة بشاتر ستوك يمكنك أن تتواجه إلى هذه الصفحة submitshitterstock.com.payout في هذه الصفحة ستوضح لك شاتر ستوك كم ستتقاضى أو ما هي النسبة المئوية التي تتقاضها في كل حالة عندما تقوم ببيع مئة صورة سوف تتقاضى نسبة خمسة عشر به المئة عندما تقوم ببيع من مئة إلى مئتان وخمسون سوف تتقاضى نسبة عشرون بالمئة أي من هذه النسبة التي يقصدها الموقع بكل بساطة سوف تأخذ في كل برة مثلا ثلاثون بالمئة من المبلغ الذي سوف يدفعه العميل لموقع شاتر ستوك إلا هلو أمرا رائع حقا يا صديقي هل سوف تقوم برفع أي عمل على موقع شاتر ستوك الأمر بسيط للغاية كل ما عليك في علوها الضغط على زر الآد هنا فيها الأعلى upload media بعد ذلك تقوم باختيار الملف الذي سوف تقوم برفعه وتريد عرضه لبيع هل سوف أقوم برفع صورة لأحد الأعمال السابقة بشكل عشوائي فقط كل ما كانت جودة العمل الذي تقدمه أحسن كل ما كانت إمكانية حصولك على مبيعات أفضل فقط كإشارة هنا بالنسبة للملفات الخاصة بالإيلستريتر أو الفوتوشوب دوما يستطيع عندما تقوم باستخدام خطوط قم بالتحويل النص إلى فيكتر عادي حتى يمر الملف بشكل عادي فالموقع لا يسمح برفع الإيلستريشن أو الملفات التي تحتوي على نصوص بعد ذلك أضغط على next بعد أن يتم عمل upload للملف بشكل جيد أقوم بتحديد الملف وأقوم بتحديد خصائص هذا الملف الذي أرفعه مثلا أنا صورة مثلا هذا هو عمل خاص بي لذلك سوف أقوم بمنح الرخصة أقوم بكتابة أو وصف للملف الذي أقوم برفعه هذا الوصف يجب أن يحتوي على مئتين كلمة أقل شيء أو على الأقل خمسون كلمة لم تخني ذاكرة يجب أن تقوم بوصف المنتج الذي تقوم برفعه بشكل جيد تقوم بتحديد الصنف الذي ينتمي عليه ملاحظة جدا مهمة هنا في هذه المرحلة يجب عليك يا صديقي أن تحذر في ملء هذه المعلومات لأنك مثلا مثلا إذا رفعت الشيء وقمت برفع خصائص أو قمت بإضافة شرح ليس مناسب للملف وبالتالي العمل الخاص بك لن يظهر للأشخاص المهتمين أو المناسبين ولن يقوم أحد بشيراء الملف الخاص بك بعد ذلك تضغط على سابمت أو تقوم بإرسال الملف للمراجعة للموقع بمجرد قبول الملف الخاص بك سيتم بداية نشره وبيعه على موقع شيتر ستوك للإشارة فإن موقع شيتر ستوك يتيح لك إمكانية الربح والعمل مما كانت الملفات التي يمكنك أن تقوم بإضافتها سواء صور فيديوهات حتى موسيقى إذا كنت تريد صناعة مثل هذه الأشياء قوالب الأفتر فكت وغيرها 3D والمودلينج والعديد والعديد من المنتجات التامبليت والكثير من البلفات صراحة الموقع شيتر ستوك يمثل فرصة حقيقية للعمل أونلاين لكل من يجيد أو لديه القدرة على صناعة محتوى أينما كان هذا المحتوى فالمكتبة كبيرة وضخمة لالجاية كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم شكرا على الحسن للإصغاء والمتابعة حتى نلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام